سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ زيك يا شباب يا رب تكونوا بخير. معاكو زي ملك عبد السلام آآ ان شاء الله يبدأ لمتياز الشهرة ثلاثة الجاي. دعواتكم. آآ هنبدأ النهاردة شبطر كده خفيف ولطيف. يا رب ان شاء الله يعني ما هتتضيقوش منه ولا يكون صعب بالنسبة لكم. انا احاول على قد مقدرة ان شاء الله ينسكم لكم في شوية حاجات وليكم على الحاجات المهمة اللي بتيجي في الامتاع الفقبل. تمام? يلا بسم الله. نعم زمالنا اللي كانوا معنا في وقت قبل كده. افتكروهم ودعوهم دايما. ويعني اعرفوا انهم ما كانوا زينا بردو. كان عندهم احلام وكان عندهم اعمال كترة جدا وفاجأة روح. فاشتغلوا يعني الاخر ده خيرهم وابقى يعني. تمام? دي حاجة الحاجة التانية. افتكروا غزة واذكروها دايما وادعوها للناس اللي هناك. واعرفوا ان هي قضيطكم قبل ما تكون قضيط حد تاني. اه يعني واذكروهم دايما في دعوتكم. يلا بسم الله. عندنا اللي شابت بتانا اسمه يعني الحكم او مشاكل يعني المشاكل اللي بتحصل للرجل مدخلوش يعرف ايه يونج. فهي بتقسم لحاجة دي دي هو مش عارف ما فيش يعني ايه يعني واحد مسلا تجوز واقعد سنة كاملة تمام بس اه ما فيش اه ما فيش خلف. ده بقى ايه? ده كان مسلا اه يعني اده يبقى يعني يعني هو مش عايف يخلف اساسيا. يخلف قبل كده بعدين مسلا جاله او مسلا حصل له مشكلة خلته مش عايف يخلف تمام? طيب يعني هي بتسود في ايه? هي بتحصل اه يعني بتحصل اه واحد من كل ست بيحصل عندهم مشكلة دي. طيب اه النقطة التانية في تلت بس الحالات بيبقى تمام? هو المسؤول عنده. التلتين التانيين بيبقى فيه تمام? اه وبيقول لك ان الميل كان ايه? كان بيه انتفايد في عشرين في المية. عشرين في المية من الحالات بيبقى الميل والفي ميل فيهم المشكلة. تمام? اه واللي بيقول لك ان الميل فاكتور اه بيبقى مسؤول في اه اه يعني خمسين في المئة من الحالات في الايه? في الانفرتالي القبل. تمام? الحتة ده عشان ما تقوش فيها المفرد تعرف فيها ايه? تعرف من البرايمري انفرتالتي والسكندري. تعرف ان بيصيب مين? بيصيبوا واحد من كل ست اه ازواج. تعرف برضو ان هو تلتهم بيبقى ميل فاكتور. تمام? وتعرف ان في عشرين في المئة بيبقى الميل والفي ميل مع بعض. خمسين في المئة منهم بقى بيبقى الميل هو الاعمل الاساسي. تمام? طيب ايه هو الاسبرماتجينيس? احنا عشان نعرف الانفرتالتي لازم نجيب الموضوع من الاول خلص ومن تكوين اساسا ايه? الاسبرم ذات نفسه. وفيه صورة ايه تحت حتى هتقول لكم يعني الصورة ايه? هت هي شرحة موجودة في الداتا شرحة العمليات يعني. من ايه من ايه من اول اللي هو البرمير ديالجيرم سيل لحد اللي يتنقسم ايه تبقى برايمري اسبرماتوسايد بعدين تبقى سكندر اسبرماتوسايد بعدين تبقى اسبرماتيد بعدين ما ايه تكون ايه? الاسبر. بس دي مش موضوعنا. انا بقولها بس عشان هي صورة موجودة. اه الاسبرماتجينيس دي يعني ايه? دي اللي هي ايه? انت عارفين طبعا احنا يعني تمانية واربعين جسمانها تمانية واربعين كرومزوم. فبنقسمه في الاسبرمي بقى ثلاثة وعشرين والقوفة بتبقى ثلاثة وعشرين فايه? فانكمل الستة واربعين. فبقولك ان هي عمليها مقعقدة من الالجيرم سيل من اول ان هي تكون يعني عددها زوجي لحد ما توصل لايه لتبقى سبرماتوسايد. تمام? طيب البروسيس دي فيها يعني العملية دي بتحتاج اه ان احنا ناكتف كزا جين ومحتاجها تغيرات كيميائية وهي وظيفية كتير جدا. تمام? اه السبرماتجينيس دي بتحصل انت بتحصل في دي ممكن يجب لها هلك سؤال يعني عادي. اه وفي لها هي ايه? رقم واحد اللي هي السبرماتو اه السبرماتوجونيس جنيسцу تمام? سبرماتجونيس بتتحول لايه? السبرماتوسايد تمام? والسبرماتوسايد ده بتتحول لايه? تمام? فانتوا طبقوا عارفين ان هي ايه ليها ستيجي ليها ستيجي سريj وهي ستيجي ستيجي. ويه سبرماتوجونيسز اولها. دي احنا خلاص كوننا سبرماتوجونية. بعدين سبرماتوسايد اتحول ايه? دول الترات ايه. طيب اعزيني نعرف برضو بعض خصائص السيمين ده السيمين ده ايه الفوليوم بتاعته بيبقى واحد ونص ميلي ده ممكن تجي لك برضو في الامتحان كامسي كيو الكون بتاعه خمساشر مليون يبقى واحد ونص وخمساشر مليون تمام بيقول لك ان آآ آآ الزيرو دي يعني دي مش زيرو دي نسبة الموطايل سبيرن في اول ساعة بتبقى خمسين في الميلي تمام الباقي بقى بيبقى مش 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 موطايل يعني بقى واقف في مكان آآ فانت تعرف ايه ان هو عشان كده من حكمة ربنا ان هو خمساشر مليون فانت بتخيل ان فيه مسلا سبع مليون ونص نون فانكشنج اساسا علشان هما مش هيتحركوا بمكانهم والباقي ايه هيروح عشان يخص بالقوة آآ بتكون منهم اربعة في المية تمام آآ بتاعتها هي دي برضو من رحمة ربنا اللي هي من سبعة من حد من عشرة لتمانية من عشرة تمام اللي هو ايه بتتحول من 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 هي 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 في طبيعتها بتتحول اللي جهي الفورب تاخد قدية بتاخد عشرين مينة تمام آآ الهرمون الكنترول في في حاجة عندنا اسمها يعني ايدي يا شباب كلمة مجعلصة كبيرة دي يعني فهمها بكل بساطة ان عندنا من فيه تمام آآ دول يعني هما مسيمونهم علشان ايه علشان هو حاجة بتفعل حاجة بتفعل حاجة فاحنا آآ زي بتحفز البيتيوتوري انها تنتج حاجة البيتيوتوري جلند بوظيفتها بتنتج حاجة تحفز ايه التستس ان هو ينتج ايه يبدأ اللي سبريماتو جنيز وكده عن طريق ايه عن طريق حاجة اللي هو الجنوات التربين ريليزنج هرمون آآ الهايبو سالمس بتانيشيات الريليز بتاع LH والFSH من البيتيوتوري تمام؟ فانت تعرف ان الهايبو سالمس بتنتج ايه بتنتج الجين او اله اللي هو جنيوات التربين ريليزنج هرمون آآ ده من الهايبو سالمس ده بي ايه بيبدأ الريليز بتاع ال-LH وال-FSH من البتيوتر تمام ال-LH بقى هناخد وظيفة كل واحد فيهم ونعرف البروسيس دي كاملة ال-LH لازم تركز بقى في وظيفة كل واحد منه دي موضوع اسألة الحتة دي مهمة جدا ال-LH فيه عنده important rule في الانيشيشن والمانتيننس بتاعه بتاع السبرماتيجينيس تمام عن طريقه انه هو بيعمل وبتحتاج ايه دي في حالة زي دي بتحتاج تمام تمام فتعرف ان ال-LH وظيفته ايه باشا important rule في الانيشيشن بتاع والمانتيننس بتاع السبرماتيجينيس عن طريقه انه هو بيعمل طيب الستيميوليشن بتاع السيرتولي سيلي بيحصل بال-FSH سيرتولي بال-S هاي يبقى بتحفزها ايه ال-FSH مش ال-LH وده نسيسر ايه نسيسر الماتيريشن بتاع الجرم سيل باي ستميولياتين بوث برودوكشن في اندرجين بايندنج بروتين اللي هو ده ال-EBG ال-EBD من السيرتولي سيل في حاجة بقى بيكونها اسمها ايه البلاد بتاعنا ليه درجة حرار معينة وليه خصائص معينة مش كله هيروح للايه للتستيس ال-EBD دوات برضو عشان يعمل يعمل كونسنتريشن للتستيسيرون في خليه هاي ليفل تمام عشان ينشياته يمنتين الاسبرماتوجينيس فاحنا دي اساسا اساسا دي خطوة قبل ال-LH اساسا ان ال-EBG بيعلي التستيسيرون تمام والتستيسيرون بزوره بدوره اسف اما يكون high concentration تمام ده يحفز ال-LH انها تعمل انشياشن ومنتيننس لإيه للسبرماتوجينيس تمام زود ال-Concentration بتاعت التستيسيرون في ايه في في التستيسيرون تمام ده ينشيات وبيمنتين الاسبرماتوجينيس وده بياخد ايه بياخد من من 20 لمئة مرة اكتر من ايه من ال-Concentration الموجود في الدم ده لازم تكون عارفها برضو نقطة ايه من 20 لمئة مرة فال-Androgen Binding بروتين ده بيزود بالنسبة التستيسيرون في التستيس علشان ينشياته يمانتين الاسبرماتوجينيس بنسبة قد ايه بنسبة انه بيزودها اكتر من 20 لمئة مرة اكتر من النسبة الموجودة في الدم تمام يا شباب يا رب بتكونوا فهمتوا الحتة ده طيب اول ما الاسبرماتوجينيس بتبدأ اللي بيحصل التستيسيرون اهو بيبقى محتاجة انه يبقى منتين تمام بالرغم من ان في زيادة في الاف ممكن تزيد بتاع الاسبرماتوز وتمنع الابابتوز عن طريق انها بتمنع الابابتوز للطايب ايه اسبرماتوجوني تمام فنفهم هنا نقطة ايه ان مجرد ان الاسبرماتوجينيس بدأ التستيسيرون محتاجة انه يبقى زيادة تمام بالرغم من موجود اه فده بيزود ايه بيزود الانتاج بتاع الاسبرماتوز هو بيزودها ازاي عن طريق انها بتمنع بيمنع بتاع طيب اي اسبرماتوجوني تمام طيب الجنواتو تروبين بقى الجنواتو تروبين اللي هم الالي اتش والاف اسي اتش اه دول بيعملوا سابورت للسبرماتوجينيس عن طريق ان هم بيعملوا للبرو اه ودي بتحفز ايه بقى بتحفز الاسبرماتوجينيس سيرفايفل تمام الدين يا بقى تحاجين انا خالص شيل كل ده الالي اتش والاف اسي اتش هم بيحفزوا او بيعملوا سابورت للسبرماتوجينيس عن طريق ان هم بيعملوا ايه عن طريق ان هم بيعملوا سابوريشن للبرو فبيخلوا البرو يعني اخدتوها اظن في الباصولوجي يعني ان هو ايه الخلايا بتتاكل فهو بيوقف اكل الخلايا دي تمام عن طريق ايه عن طريق ان هو بيبرموت تمام يا شباب نيجي بقى ايه لشوية كده لو حاب يلعب معاكم بالالفاظ هو الحتة دي برضو بيحبوها جدا الحتة اللي فات دي كلها فهم لو سألك فيها هيسألك عن الالي اتش وظيفته ايه الاف اس اتش اه طب ده هيسألك في النقط دي كده اللي جاي ده هيسألك بقى ايه عن الديفنيشن اول ديفنيشن معنا اللي هو الهايبو سبيرميا اقل من ايه احنا قلنا نسبته الطبيعية واحد ونص ملي ده اقل من واحد ونص ملي ده ايه ده اكتر من خمسة ملي بتاعه اقبل خمسة ملي ده النمبر بتاع هيساملك كلها سهو مليون ده النمبر بتاع هو ازياد من ينتوجه خمسين مليون تعالوا نسابت اولة January اقل Islamic اقل من واحد ونصف. هايبرسبرميا الفوليوم اكتر من خمسة. ده النمبر بتاع الاسبرماتوز هو اقل ايه من خمسشر مليون. طبعا بولي يعني عادي عارفين ان هو النمبر بتاع الاسبرماتوز هو اكتر من امتين وخمسين. تمام? نيجل كان برضو تعريف هنا دول اخر هو معه. التعريف اللي معنا بعد كده اللي هو الاسينوزوزبرميا. ده بتاعت خمسين في المية اقل في اللينير ايه? اللينير بليوليسيب ده الموضوك. اثينوزوزبرميا ده هتبروهم ان ايه أن زبرمات دعيفة مش عارفة تي مشي. النكروزوزبرميا ده ايه ان كل زبرماتوزкого دد. ممكن ان prisons чего. تمام? الاسبرميا ده ما فيش aizer. اي يعني no. تمام? فحنا عارفين. النيكروكلمة никرو دي يعني ميّد. تمام? الاثينو ديه اسينو دي. دي يعني ضعيف. تمام؟ فحنا نانا فانا في اثينو يبقى قليلة. عشان ضعيف النكرو يعني ميّد.urp essesبرميا يعني ما فيهش سبرميا اساسي. ازو سبرميا ده فيه فرق ما بين الاسبرميا والازو سبرميا. ممكن يبقى فيه سيمين بينزل بس ما فيهش ما فيهش سبرماتوزو. فيه فيه سيكريشنز من البروستيت فيه اي حاجة تاني. في مسلا من ايه? من من ايه من ايه من ايه من ايه لكن ما فيهش سبرميا. تمام ده مشكلة مسلا ايه في التستس اكتر. التيراتوس برميا ده بقى تيراتو يعني عارفين انها ايه ان فيه مورفولوجي ويختلف او فيه ابنورمال مورفولوجي تمام فاحنا نعرف ان تيراتو يعني ايه ابنورمال مورفولوجي ده اكتر ايه اكتر من 96% منه تمام اتمنى ان كم تعريب دول اتفهمه ويكونوا ايه ويكونوا واضحوا بالنسبة لكم هو لو حب يسألوا يلعب بقى الفوز بيلعب في الحتة دي بالذات يعني هيجيت لنا في الامتحان التاريب طيب احنا عايزين بقى نعرف في ايه الاسباب بتاعة الуть في عندنا ابستراكته يعني حاجة سادة مزدودة منان ابستراكتف تمام الابستراكتف دي ممكن تبقى او auf aus sociale او في الاحتوال يعني في الفاصد او في الايه في الاجيكولاتي الد práكتز تمام دول اربع انواع ابستراكتف دول مش محتاجة فهم ولا حفظ ولا ايه حاجة ابستراكتف من ان ابستراكتف والchaeبستراكتف حاجة تسادة يعني هتبقى في المجرة بتاع الاجاكوليشن. او فاز او او ايه? تمام? ان انا بستراكتي دي هنتكلم فيها شوية بقى. في حاجة الاول يهل بري تستيكولر. دي يعني ايه بري تستيكولر? يعني في اللي كنا نتكلم فيه الاول اللي هو بتيوتري. او بتيوتري اه السلام وبتيوتري تستيكولر اكزيز. اما مسلا مشكلة ده مسلا بتفرز زيادة او بتيوتري برضو محفزتش انها ايه? انها تفرز هلمونات تعمل فعمل ايه? يعني لحد ما ايه زي عقم كده اعتبروها عقمية مش عقم بس اعتبروها عقم تمام? طيب اه دي اول حاجة. احنا خلصنا اول حاجة. نيجي لتستيكولر كوزز. مشاكل في التستيكولر كوزز. مشاكل في التستيكولر دي زي ايه? دي ممكن تكون زي كريبتو اركوديزم. دي يا شباب اه اكيد سمعتوا عنها كتير جدا. اما حد يقول لك الخصية المعلقة. ان واحد مفروض ان الخصية بتنزل في اواخر شهور. في مثلا في شهر في الشهر التامن او في الشهر التاسع وهو جواباتنا ممطقة. فالخصية لسه ما نزلتش ايه. في بيات عمل لها عمل ايه وبتمزل عادي. بس ممكن ده ياثر بعد كده ايه على الانجاب بتاعه يعني. او بايلاترال انوركيا. بايلاترال انوركيا ده يعني مفيش تستيس اه يعني عنده يعني متكونوش. كده كده اسازا هو ايه? هو او 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 المنبس بالزيزات لو جيت في سن صغير بنعتبرها عادي. لكن لو جيت في سن كبير بنقلق منها جدا علشان بتسبب عقم علشان اه في باقي كده الاستيس بتاعته بتبقى ازي اه كويسة وهو انت صغير. اما بتكبر الاستيس بتاعته مش بتبقى زي الاول فممكن تعمل ايه? تعمل او. او زي ايه? زي كيموسير بدروكس. اه ممكن برض تستيكلار كوزي بقى تستيكلار ارتر يحصل فيه ترش. فيحصل جانجرين. فخلاص. التستيس راح. او تستيكلار فين. وهناخد برضو ونتكلم عنه. او ايه? اي مرض مسلا او او ورم في في التستيس. تمام? هم خمس اسباب للتستيكلار كوزي. البوس تستيكلار كوزي دي لو عندكو ريتن هو يزال في حتة من دول. اما تستيكلار كوزي او بوس تستيكلار كوزي. تمام? آآ البوس تستيكلار كوزي ده. تمام? دي حاجات بعد التستيس بقى. آآ حاجات اللي بعد التستيس هي ايه يا شباب? الفوز مسلا او البروستيت او سيمنا الفيزيكل. الكلام ده. تمام? كونجينيتل زي البيولاترال ابسنس او فوز ديفرانس او سيمنا الفيزيكل. انفلماتوري زي ما قلتلك هو الانفلميشن في البروستات او في الابدافنس. اه دوينج اه اركوبيكسي. اركوبيكسي دي يا شباب اللي هو ايه? اه انه واحد يكون برضو عنده خصية معلقة ويحاولوا ينزلوها له. تمام? فاحنا اه من خلالها مثلا بيعمل عملية دي وتخبط. فممكن يعمل ايه? يعمل يعني يعني. هيرنيوتومي ممكن فيه لو ان شاء الله ما تاخدوا الجراحة. تعرفوا ان فيه انواع الهيرنيا بتنزل بينزل مثلا لوب من الانتستين في الفين? اه في يعني جنب التستيس يعني. تمام? فحاجة زي دي ممكن تخطو مثلا التستيكولار ارتري فتعمل ايه? تعمل جانجين في التستيس. او الهايدرو سيلكتوم. الهايدرو سيلكتومي ده هيدرو سيل. يعني فيه مية في تحت جنب التستيس يعني كده. فاحنا بنشيلها. فاحنا غصبا عننا احملنا مشكلة في التست. تمام? اه امينيولوجيك زي الانتسبير ما انتباضي. ميكانيكال زي الامبوتنس والبريمتري. البريماتير ايجيكوليشن. البريماتير ايجيكوليشن برضو من ضمن الاسباب انها تعمل ايه? انها تعمل الامبوتنس يعني. ميديكال زي الديبيتس والرين الوليباتيك برضو. اه ودي الميكانيزمات بتاعتها لو حابين تعرفوها ممكن اقولها لكم عادي. بس هي يعني مش هتحتاجها في حاجة. الفكرة كلان ان الليفر بيفرز ايه? بيفرز هيرمونات في اما يتعب. بيفرز هيرمونات اكتر في منايزيشن يعني. فتبتدي مسلا لو فاكرين برضو من البطنة ان ان بيحصل مسلا ايه? بيحصل تسدي. بيحصل مسلا مشاكل كتير يعني عشان بيفرز ايه? هيرمونات ايه? هيرمونات هيرمونات في منايزيشن يعني. ممكن بقى ايه? حاجة ايديوباثيك. ما احناش لقين كوز لا في الراجل ولا في امراض. دي يعني اكين سماد فيلم الليمبي 8 جيجا اللي هو بيقول له ايه? اه لا انت كويسة وانت كويس. لكن انت انت ما عندكش مشكلة وانت عندك مشكلة. قال له طب انت عندك مشكلة فلا. هو يعني ايديوباثيك يعني ملاش ايسا. دي البستو تستيكلي. والله هو كلام دش كل شباب فمعدش نعذرون يعني. دي الموضوع اللي اعتبر هنتكلم فيه شوية. هو موضوع لحد ما يعني لازم دكتور تكون خارج وعارفه. دي سورة مبابي تحت شباب يعني احلى مسائل. اه البريكوسيل دي يعني ايه? دي اه يعني دايليتيشن اللونجيشن ترشوستي اوف بامبيني فورس بليكسز اوف فين اللي درين للتيستس. البريكوسيل دي باختصار معناها ايه? معناها ان في فينز اللي هي اسمها بامبيني فورم بليكسز اوف فينز. دي اللي بتاخد الدم اللي راح للتيستس بتطلع بر. دائم ما حصل فيها بقى ايه? دايليتيشن او اتلفت على بعض او طولت شوية فبيحصل ايه? فبيحصل بريكوسيل اللي هو ايه? اللي هو بالعربي مفروض ان نكون عارفين يعني اللي هو دوالة الخصية. تمام? نكون عارفين بريكوسيل يعني دوالة الخصية. يعني مجرد ان جاف دماغك دوالة الخصية اللي هو ايه? دايبقى ده تعرف ان هي ان في في دم مش عارف يطلع من عند الخصية. تمام? اه هي هتفكت بقى المل فرتلة ازاي? يعني هنعرف ان فيه برضو حاجات وحاجات دي كلها يعني يعني ما ما فيش مسلا حاجة منها مؤكدة. دي يا شباب حاجات اه زي اه زي اه زي اه زي اه والمتبضي ايه اللي بتندي منها الثيري. اه هو بيقول لك ايه? ان الدم يعني موجود بكميات كبيرة في التستس. واساسا جنب التستس يعني. واساسا اه احنا يعني بتستس مكانها بره. علشان ايه مش نفس طريقة حرارة الجسم. فما الدم يفضل موجود هيعمل حرارة. فهي بس فالهي بيقول لك ايه? ان في هتنزل من الادرينة خلال دي عايز اتضياء. فيحصل مشاكل برضو. تمام? الايبديم المسلولي ده هيحصل في البلد. اه اللي ايه? اللي اتضربت من اه من اه فاحنا نعرف ان هما ثلاث حاجات. هي والمتابولاية والتيوري والتيوري. طيب التيوري دي ان الدم كتير في في يعني جنب التستس فرفع درجات حرارة. فهمش بتشتغل في درجات حرارة عالي بس. دي ان في ايه? دي في انتولاية نزلت من ادرينا الجيلاند خلال دي. طيب الادمين للتيوري ده ان في مشكلة في الابديديمس فحصل الفلاكس البلد ايه? عمل ايه? عمل ايه? مشكلة. طيب ايه هي بقى? دي هيتكلم فيها على والله انا عارف ان انتو يعني يعني لحد ما الكلام لحد ما موجه عالص بس والله هو سهل جدا. ده بيقول لك ان في في ايه? في السمنفرستبيولز دي دي الوحدة الاساسية المكونة للخصية. تمام? فهي حصل فيها فهيفضل فيها ايه? فهيفضل فيها الدم. فدي اعمل دي في بس. الاندوكراني السيري ده ده اه ديس فانكشن في اللايدكسيل عامل رفلاكسل البلد. ده اللي انتو تعرفوه. تمام? في بقى نقطة يعني اللي جاي ده بقى دي اهم اهم حتة في حقورة الفريكوسيل كل. يعني انت لو ما ذكرتش الحتة اللي فات كلها لابد تكون مركز في الحتة دي. تمام? ايه هي الجريدز بتاعت دي ده سؤال امتحان يعني 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 لو حب يسأل في المحاضرة دي هيسأل في السؤال ده. ده اهم سؤال فيه. تمام? ايه هي الجريدز بتاعت الفريكوسيل? تمام? اه طبعا انت هتاون للمريض فهي ليها ايه? هي ليها اه اربعة جريدز تمام? اول الحاجة لو اخدتوا دي هتعرفوا ان في حاجة اسمها دي اللي هو انت بتقفل اه مناخيرك كده بتناكل بصبعك كده وايه زي بتاح زاك كده تمام دي شوفوا لها اي فيديو يعني اهو حتى بيقول لك اه 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 تمام سري دي فزيبل وزاود بلبيشن اساسين انت شايفو يعني من غير الحاجة. يا صبو كلينيكل دي نوت بولبول دي حالة لسه متشخصت متشخصتش مس انت شفتها ايه شفتها بالدبلر التراساون. لقيت ان الدم اللي حد ما موجود بكميات اكبر من الطبيعي فين? في جنب التستسيان. فانت تعرف اه الحتة دي يا شباب مهمة جدا جدا جدا. طيب اه هنعمل للراجل بقال عنده ازاي? اول حاجة افرد مسلا هو كان هو صغير عنده مسلا مشاكل في الخاصية افرد مسلا هو بياخد علاج عمل موضوع ده. افرد مسلا ان جاله افرد مسلا فيه في الموضوع. فالهيستري في الموضوع ده مهم جدا. اول حاجة المفروض ان ناخد هيستري للسيمتم بتاعتها لو ايه اه بتاعته كويسة ولا او كده فيها عندها مشاكلها كمان ولا او هكزا. جاله مسلا هو بيستخدم بتاعت يعني مفروض كم مرة يعني مفروض لها عدد معين. مش مسلا حد مسلا يعني بكل شهر مسلا مرة اقول لك ليه مرة ما بتحملش لا. اه دي اللي احنا اتكلمنا عليه. الميديكال والسيرجيكال هستري زي الديابيتس والم اس والهرنيرافي ده اللي برضو بتعمل ايه? ممكن تعمل اي مشاكل تأدي الى انفكشن زي الممز زي ما قلنا او الفانيريالزيز. الاكسبوشور اه اه جونادو توكسنز زي البيستيسايدز. البيستيسايدز دي الجونادو توكسن دي يا شباب دي التوكسنز اللي بتضر الجونادز اللي هي الخاصيتين. البيستيسايدز دي اللي هي ايه? دي هالادوات مسلا مستخدمة في الرشة مسلا النباتات وكيف. تمام? او الكيمو او او برضو من اكتر اكتر العموة من اللي بتعمل. اه زي ده برضو يا شباب اه مرض اه مرض اه يعني هو جيناتك. اه لو حد مسلا ايه وهو فيبقى في ايه? في احتمالين انه هيبقى. فده تمام? هنيجي بقى على ايه? هنعمل ازاي? ازاي? ده مفروض نعمل له اهم يعني نقطة انت مفروض تكون طلع منه بكم معلوم. انت بتأكد بمعلوماتك. تمام? هنعمل له نشوف مسلا احنا قلنا دي من علامات ايه? من علامات ان في مشكلة في الليفر. او اه 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 تمام? البيناس نشوف له عنده كونجينتل كيرفيتشيرز مثلا. او هيبوسبيديس. هيبوسبيديس دي. اه ديزيز كده ايه مش نزيز اسف. ده هيبخلق في في البيناس بيبقى الفتحة بتاعته في مكان تاني تحت. تمام? الكونجينتل كيرفيتشيرز مثلا ان البيناس اه يعني ليه كيرف مسلا او اخد اتجاه مش مزبوطة. تمام? اه نشوف برده نتأكد ان يتأكد منه مسلا ممكن يكون مسلا ايه صغر. ممكن يكون في ايه ممكن يكون في اه مشاكل في او 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 في ايه بريكوسيل. ممكن نعمل بقى اه حاجة اللي هي البي ار ده عشان نشوف و ايه? والبروستاتيك والسمن لو فيه ممكن يكون عنده و احنا ما نعرفش بنكتشفها بالايه? بالبيئة. تمام? احنا كده خلصنا نحتاجين دلوقتي نعمل ايه? نعالج بقى الراجل التعبان ده بقى. تمام? في حاجات في حاجات احنا الرجل ده اللي انا يعني الرجل اللي انا عامله ده عشان احنا خلاص قربنا خلاص اش بقى. تمام? ده مثلا اه حد عارفنا انه مشكلته كزا. مسلا عنده ايه? عنده فياخد بريدنزلون اللي هو ايه? كورتيكوسترويد. اه مسلا عنده انفكشن هياخد انتبيوتك. عنده مسلا ايه? فياخد تمام? الامبريكال ثرابي بقى. ده احنا بناخده في حالة ان احنا مش عارفين اه اسف. اهو اه يعني ايه؟ تمام? طيب زي ايه? زي الانت زي الايه كلما فين ده اللي بيزود تمام? اه ندي مسلا زي الايه? ندي مسلا تمام? في حاجات بقى تانية دي ايه? دي دي بتبقى في الغالب يعني اه الميل بيبقى كويس دي حاجات في الفيميل اكتر انا مش عايفهم احطنا هنا ليه يعني? بس يعني نعرف ان بس الحتة دي كلها كم كلمة دي كلها ما لهمش اي ترسين نازم تمام? بيقول لك ان يعني اه الجينيكولوجي والاندرولوجي الجينيكولوجي اللي هو علم النساء والاندرولوجي اللي هو علم الذكورة دي ايه? دي يعني خلال انهم مسلا اه اغلبية المرضى وعدد كبير من العلاج وكده طوروا فوقت حاجات علشان بصوا جدا عن اهيه تمام خلصان خلص خلينا في ايه? في ايه هي الهي. دي ان احنا من عن طريق مساعدتنا احنا هيحصل. ده عن طريق تلات حاجات. وانفترو. اه انسيناشن هي تمام? وانفترو فرتليزشن بوها كتكون بعينة او و هفهمكم كل واحدة منهم تتكلم تقول ايه? يعني هنعمل يا اما السيمين بتاع الراجل كويس تمام? هناخد السيمين ده نحطه في الفاجينة او في السيربيكس. او هنحطه في اليوتراس على طول. او هنحطه في الوينتيوب. دي بقى دي انا بحثت عنها دي طلعت مش خالص. يعني ازاي هاخد يعني من الكلمة المكتوبة دي هاخد سيمين وحطه في البريتونية? لأ. ده انا بعمل ايه باشا? ده انا بعمل عن طريق ايه? مش السيمين. عن طريق كيميكالز تانية. بتبقى ايه? بتبقى بمثلا بابرة كده بنخش عن طريق البريتونية. بنعمل ايه? بنحفز يعني ايه? ايه? انها تتحفز. انما يجي لها سبير متتحفز يعني ايه? وتنتج زيك. تمام? او الانترافلوكور سيمينيشن. الفوليكل دي اللي هي ايه يا باشا? الاوفا قصده هنا يعني كده. في حاجة بقى اسمها الانفيترو فرتليزيشن. انفيترو فرتليزيشن. انفيترو فرتليزيشن دي يعني 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 عارفين الحمل الانبيب اللي هو بناخد اه بناخد مثلا اه نحطها في وناخد السيمة بتاع الرجل نلقاحها به. وبعدين بنرجعهم تاني ايه? ده او جامعة او زيكوت انترافلوبيان ترانسفير. اه الجامعة انا بسميها زيكوت انترافلوبيان ترانسفير اسمها زيفت. تمام? نجفت وزيفت و ايو جيف. تمام يا شباب? اخر بقى حاجة معنا. اللي هو الانتراسبرم انجكشن انتراسيتوبلازمك سبيرم انجيكشن. ده ا احنا بنعمل ايه? دي عملية عن طريقة بنخلي سنجل السبيرم انجيكتة درية ايه? اوفام واحد. تمام? سبيرم واحد مع اوفام واحد. تمام? الاي سي اس اي دي اختصار الده بت intermediate دي بتتتعمل ايه? بتتتعمل بعد الهرمون الاندوكشن ايه ايه او انجيكشن. اه او تمام? دي عن طريقة بقى ايه? اه عن طريق ان هي بتبقى خارج البودي اساسي. تمام? يعني ايه? يعني زي خرموها كده شبه. تمام? اه بعد 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 ما بنعمل كده بعد ما بنضخره من و بنحطه جوال بنشوفها بنتبعها كم يوم كده عشان نتأكد ان حصل اه وبقول لك ان النقطة دي اللي هو يجوى بقول لك ان اغلب اه يعني ان احنا دلوقتي بقى عندنا كزا اوف تمام? بين كزا سبير. حلو? طيب وبعد كده اه دي ممكن طبعا ده مش عندنا يعني بس بيحفظوهم عشان ايه لو احتمناهم قدام شوية. تمام? والحمد لله النسبة بتاعتها كويسة جدا من خمسة وعشرين تلاتين في المية بيرس ريت يعني. تمام كده? دي صورة انا كنت مصورة. محرفش احبتها حطا في الديتا كده يعني عشان حاسية ان المحاضرة ممكن تقيلة شوية فايفة يعني متانيكم. واحنا بس خلصنا وربنا يعينكو رب وغفاكو في اللجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.